نقاط على الحروف خلال أسابيع مضت سادت بصورة مبرمجة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات العربية الفضائية وفي كثير من الصحف الممولة والمشغلة لحساب الأمريكي واستطراضا عبر الأمريكي للإسرائيل مقولة عنوانها أين إيران وكانت المقولة تحاول أن تزرع التشكيك بصدقية موقف إيران مع قوى المقاومة وبدأت التحليلات هناك صفقة إيرانية أمريكية موضوعها الملف النووي وثمنها رأس المقاومة في فلسطين ولبنان أو بأحسن الأحوال من كان رحيما أن إيران مردوعة إيران خائفة تلقت تهديدات أمريكية بأنها إذا قامت بتنفيذ وعدها بالرد على اغتيال القائد إسماعيل هنية أو بالتحرك للانتقام من اغتيال القائد السيد حسن نصر الله فإن الرد الأمريكي سوف يكون قاسيا ومؤلما وأن الأفضل لإيران أن لا تفعل وأنها ردعت والتزمت بأن لا تفعل كنا نناقش هؤلاء ونقول تعالوا لنضع النقاط على الحروف ولنريكم أن خيار إيران في مواجهة إسرائيل سابق على كل هذا أن إيران التي وقف إمامها ومؤسسها عندما عاد إلى طهران ليعلن اليوم إيران وغدا فلسطين لم يكن بعد أمامه مقاومة يدعمها ويناصرها وأن إيران هذه التي رعت ودعمت هذه المقاومة منذ أن كانت نواة صغيرة حتى كبرت وتعملقت وصارت معادلة إقليمية ودولية لم تتراجع يوما عن خيارها هذا حكم فيها إصلاحيون وحكم فيها محافظون ولم يتغير موقف إيران من فلسطين وكنا ندعو هؤلاء إلى التمع وإلى التروي لكن جاء الرد الإيراني وكان الرد الإيراني فوق مستوى التوقع لم يكن في حساب الإسرائيليين والأمريكيين أن يكون بهذا الحجم ما قاله الرد الإيراني أولا هو أن إسرائيل فشلت فشلا استخباريا كبيرا حيث أنها لم تكن على علم هو اللي بيحكوا بالخروقات والقيادة الإيرانية مخروقة ومدرشوه إلى آخره شرف يجاوبون على السؤال لماذا لم تستطع إسرائيل أن تتوقع الضربة الإيرانية تعرفوا الضربة ماذا تستدعي تستدعي أولا قرارا على مستوى أعلى مراتب القيادة ثم قرارا على مستوى وزارة الدفاع ثم مجلس الأمن القومي ثم قيادة الحرس الثوري ثم القيادة الجو فضائية ثم الإدارة التنفيذية لسلاح الصواريخ ثم مستودعات سلاح الصواريخ ثم ضباط ومنصات سلاح الصواريخ يعني على الأقل في الهيكلية الهرمية الإيرانية ألف شخص عرفوا بأن هناك ضربة إيرانية ومع هؤلاء الألف شخص ألف حركة من اتصال من تنقل من إخراج صواريخ من توضيع صواريخ أظهرت هذه النية وهذه الإيرادة وهذا القرار عندما تفشل إسرائيل في أن تعلم فهذا يكشف حدود قدرتها الاستخبارية هي عرفت قبل ساعات عندما أبلغتها أمريكا بواسطة صور الأقمار الصناعية وهذا يدل أن أمريكا أيضا تعيش عمنز استخباريا عندما تتخذ إيران قرارا وهذا خير دليل على نقاء ونظافة الجسم المحوري في الأداء الإيراني العسكري والأمني والقيادي من أي اختراق كما هو حال المقاومة في لبنان التي يتنمرون ويتندرون بالحديث عن اختراقات جاسوسية في جسدها لتغطية حجم السيطرة والهيمنة التكنولوجية الأمريكية في المجال السيبراني التي أتاحت هذا التفوق وهذه القدرة على الوصول والتتبع والملاحقة وبالتالي تنفيذ الارتيالات المهم أن إيران قامت برد أظهر الفشل الاستخباري الإسرائيلي أولا ثم الرد الإيراني أظهر شيئا ثانيا وهو أن إسرائيل فاشلة على مستوى الدفاعات الجوية فعندما تصل تسعين بالمئة من الصواريخ الإيرانية إلى أهدافها فهذا يعني أن هذه الدفاعات الجوية فاشلة بلا قيمة بلا أهمية ثالثا أظهرت أن حجم المساندة التي يمكن أن تقدمها أمريكا تكون فعالة عندما لا تستخدم إيران الأسلحة المتطورة عندما تريد إيران أن تترك لأمريكا فرصة أن تسقط طائراتها المسيرة بالطرق الإلكترونية فتفشل وتضطر لإسقاطها بالصواريخ وتفوز إيران في المعركة التقنية من خلال ترك طائراتها التي تمتد مسيرتها كانت لتسع ساعات في الوجبة الأولى يوم الوعد الصادق الأول في 14 نيسان الماضي تسقط بالصواريخ لكن لم تنجح أمريكا بأن تسقط طائرة واحدة معافات من خلال السيطرة على الشفرة والتحكم بها وبالتالي هذه المرة قررت إيران أن تستخدم صواريخ فتاح الفرد صوتية لم تنجح أمريكا كما تعترف إلا بالتصدي لعشرة صواريخ من أصل 250 صاروخ إسرائيل لم تنجح إلا بالتصدي لبضعة عشرات المهم 180 صاروخ إيراني وصل إلى الأهداف وأحدث هذا الرعب وهذا الذعر وفرش هذه السجادة النارية على مساحة فلسطين من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ومعها القدرة الأمريكية في التصدي للصواريخ الإيرانية محدودة التأثير لا تستطيع أن تمنع مفاعل الضربة ثم ثالثا أن إيران تملك إحداثيات وبنك معلومات دقيق لقد أصابت بعض الصواريخ الإيرانية الوحدات الإسرائيلية في معبر نتسارين داخل غزة وأصابت بعض الصواريخ الإيرانية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وأصابت الكتلة الأساسية المستهدفة للضربة القاعدة الجوية الأولى نفتيم التي تتواجد فيها كل أسراب الطائرات الـ F-35 وـ 15 وـ 16 وـ 18 وـ 22 والتي تراهن إسرائيل بواسطتها أن تحكمها منطقة الشرق الأوسط حتى طائرة نتنياهو يجري وضعها هناك ونقلوها إلى بنكوريون هذه الضربة الإيرانية قالت إن إيران تملك الإيرادة إن إيران ليست مردوعة إن إيران لا تقيم حسابات تشوية وصفقة إن إيران كانت تعطي المجال لأن يكون هناك وقف إطلاق نار يريح أهل غزة من المجازر ومن المعاناة ومن المرض ومن نقص الدواء ونقص الطعام ونقص الملبس ونقص المسكن ولأجل هذا أجلت ردها لكن الرد الذي كان على عملية واحدة صار على عمليتين بعد اغتيال سماحت سيد المقاومة السيد حسن نصر الله وبالتالي هذا الرد وضع الإسرائيل الآن أمام معادلة تقول كل نشوة ادعاء الإنجاز والانتصار واسترداد قدرة الردع والحديث عن إعادة صناعة الشرق الأوسط على مقاس القوة الإسرائيلية وتوجيه رسائل للشعب الإيراني أن كل هذا مبني على رمال لا أساس له أن هذا هو حجم إسرائيل وأن على إسرائيل الآن إذا أرادت أن تعيد تدميم صورتها التي جرى انتهاكها بقوة أن عليها أن ترد ردا أقصى وأقوى وإيران تعد سلفا أن أي رد إسرائيلي سوف يأتي الرد عليه مدمرا وبالتالي وضعت إسرائيل في الزاوية التي تظهر مرة أخرى صدق ما قاله سماحة السيد رضوان الله عليه أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت ترجمة نانسي قنقر